السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة طريق النجاح في الدنيا والآخرة فيديو اليوم كيف نجعل صلاتنا فيها خشوع للخالق عز وجل جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجس قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع اليأس عما في أيدي الناس وإليك هذا الوصف للصلاة الخاشعة من أحد العلماء الصالحين دخل رجل على حاتم الأصنف وجده يصلي صلاة يظهر عليها الخشوع فأعجب بصلاته وسأله كيف تصلي يا حاتم فقال حاتم الأصنف إذا أردت أن أصلي قمت إلى الوضوء فأسبغت الوضوء ثم جئت الموضع الذي أريد الصلاة فيه وأفعل الآتي أولا أجلس فيه حتى تجتمع جوارحي ثانيا ثم أقوم للصلاة فأجعل الكعبة بين عيني ثالثا وأجعل الصراط تحت قدمي رابعا وأجعل الجنة عن يميني خامسا وأجعل النار عن شمالي سادسا وملك الموت من ورائي والله ناظر إلي ثم أكبر تكبيرا وأقرأ بترتيل وأركع بتواضع وأسجد في خشوع وأفعل ذلك في صلاتي كلها ثم أتبعها الإخلاص ثم أخرج من صلاتي لا أدري أقبل هل له مني أم لا وأخيرا لا تنسى الجلوس بعد الصلاة وتلاوة الأذكار الواردة والدعاء بالاستجابة والقبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر